اشتركوا في القناة الذي خلق سبع سماوات طباقا مات لي في خلق الرحمن في التفاوخ ترجع البصر أتري من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جنم وبيس المصير إذا ألقوا فيها سبعوا لها شهيطا وهي تفوخ تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزلتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو النظيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنونا فامشوا في مناكفها وكلوا من رزقه وإليهم النشور أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تموح أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جنب لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكتبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تبتعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكفرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء مغين شكرا لكم